نشر الإعلامي بقناة التاسعة ومنشط برنامج عن دماغولك علاء الشابي منذ الأيام السابقة تدوين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وضح فيها سبب ارتدائه لنظارات شمسية أثناء بث الومضة الإشهارية لبرنامجه حيث دون فيها أعتذر من السادة المشاهدين على حمل لنظارات شمسية أثناء تصوير برنامج عن دماغولك لهذا الأسبوع بسبب التهاب حد وانتفاخ في مستوى العينين شكرا لمن هاتفني وتمنى لي الشفاء وموفور الصحة حيث بعد بث الحصة دون منذ قليل تدوين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمح فيه إلى مرضه بالمرض الخبير الذي هو السرطان وهذا نص التدوين أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت مرض صامت يبدو لطيفا ومهادنا خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم أفلح في ذلك نصف المعركة نفسية وذهنية وهنا لا ينفع الصمت معه لأنه ماكر ويريد الاستفراد به ولن أترك له الفرصة هكذا ببساطة أمامي أقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة والمعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة ومقت العدم لا أنكر أنني مرتبق جدا من كل شيء ولكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جباروته وقوته نسأل الله أن يشفيه شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما وأن يشفي جميع المرضى المسلمين إذا حبيت ويوصلكم جديد اتعلم عليكم والاشتراك وتفعيل الجرس مع السلامة